من قاعدة جوية عسكرية بريطانية استعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام نظيريه الكندي والهولندي القوات العسكرية على هامش مناقشة حزمة عقوبات جديدة على روسيا لينتقل بعدها لاستقبال رسميا في مقر الحكومة الذي رفع العلم الأوكراني على سطحه إلى جانب العلم البريطاني ليعلن جونسون في ختام اللقاء عن تقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا اليوم أعلنوا تقديم 175 مليون جنيه استرليني من المساعدات البريطانية لأوكرانيا 100 مليون منها ستقدم للحكومة الأوكرانية بشكل مباشر وهذا يرفع إجمالي الدعم الذي قدمته بريطانيا خلال تلك الأزمة رئيس الوزراء الكندي أكد هو الآخر أن بلاده ستفرض حزمة عقوبات إضافية على روسيا تستهدف الدائرة المقربة من الرئيس بوتين كإجراء يراد منه الضغط لإنهاء العملية العسكرية الروسية داخل أوكرانيا أعلن اليوم باسم كندا فرض عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بهذا الاشتياح غير المبرر ويشمل مسؤولين حكوميين السابقين ورجال أعمال وداعمي الحكومة الروسية هذه القائمة حصلنا عليها من زعيم المعارضة الروسية المعتقل أليكسي نابالني تزامن ذلك مع إعلان وزيرة الداخلية البريطانية عن تعديلات قانونية في مجلس العموم تستهدف بشكل أساسي رجال الأعمال الروس التعديلات القانونية ستمنحنا السلطات ومعلومات أكبر للتعرف على الأنشطة الإجرامية الروسية وحلفائهم وشركائهم أليكارس سيتلقون صفعة كبيرة وهذه واحدة من أداوتنا التي سنستخدمها وتواصل المملكة المتحدة حراكها الدبلوماسي لحجد مزيد من الدعم لأوكرانيا وإقناع شركائها لفرض عقوبات إضافية أشد صرامة على روسيا لا تستبعد الحكومة البريطانية استمرار الأزمة في أوكرانيا لفترة طويلة وهي تحشد كل جهودها في السعي لإفشال خطط الرئيس الروسي ويرى البعض أنها ستمضي في ذلك إلى أبعد الحدود جياب أبو صفية سكاينيوز عربية لندن